السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة بغادي ديوغو سعيدة جدا بلقياكم بحليمة وكنتمنى تكونوا بخير على خير وبصحة جيدة اليوم هنحضروا بغرير بالفينو بجوج كيسان دي الفينو فقط لي هو دقيق القمح الصلب سبق لي قدمت لكم بغرير بالفينو اللي حقق واحد نجاح كبير تقريبا الفيديو تعدى ثلاثة مليون مشاهدة وبزاف ديال الناس اللي جربوه ونجحت لهم الوصفة وكان سيدات اللي ما كانش كيصدق لهم البغرير وصدق لهم الأول مرة الحمد لله وكان واحد نسبة قليلة اللي ما نجحتش لها الوصفة فاليوم غدي نحاول أنني نجاوب على جميع الأسئلة اللي كتجيني ونعطي شرح بتدقيق أكتر حاجة مهمة بزاف هو النوعية ديال الفينو فكين البنات اللي تيقولوا أن ملي كيطحنوا الخليط ديال البغرير كييجيهم عجين لي مقطع فالضروري اللي فينو يكون من النوع الجيد باش تنجح لنا الوصفة وحاجة واحدة أخرى أننا ملي ندخلوا للكوزينة أول حاجة نتوكلو على الله ونقولوا في خطرنا أن الوصفة غادي تنجح عندنا المقادير عندنا الطريقة عندنا الشرح كل ذاك الشي اللي كانحتاجوه كين فبإذن الله غا تنجح عليش الوصفة ما تنجحش لنا فإلا دخلنا أننا طيقتنا في نفسنا مهزوزة وكان قولوا ما غا تنجحش الوصفة فالوصفة ما تنجحش هادو مالحويج اللي ضروري أننا نعرفوهم ونمشيوا على بركة الله نشوفوا المقادير والطريقة غادي نحتاجو الجوج كيسان ديال العنبة أنا غا ناخد القياس بكاس ديال العنبة جوج كيسان ديال العنبة ديال الفينو أو دقيق القمح الصلب الإخوان ديالنا في الجزائر كيسميوه السميد الرطب وفي بعض الدول كيسميوه السميد ناعم غا نحتاجو جوج كيسان ونص ديال الماء أنا درت ماء عادي من روبيني لأن الجو سخون بزاف غا نحتاجو معلقة صغيرة ديال خميرة الخبز الجافة معلقة ديال القهوة وسبعة أو ثمانية جرام ديال خميرة الحلويات وقبيصة ديال الملحة صفي هادو هما المقادير غا نبدأو على بركة الله غا نخلطو في الكاس ديال الخلاط مباشرة غا نضيف جوج كيسان ونص ديال الماء ماء عادي ديال روبيني ها هو كل شي قدامكم وغا نضيف معلقة صغيرة عامرة معلقة ديال القهوة ديال خميرة الخبز الجافة إلا بغيسوا تستعملوا الخميرة الفورية ممكن وممكن إلا درسوا الخميرة الفورية طيبوه مباشرة يعني بلا ما تسنوها خمر غا نضيفوا الفينو شوية ديال الملحة حسب الضوق تسمحوا لي أنسيسها في المقادير بالنسبة للسكار أنا ما كنديروش وكنخلطوا غير هاد الفوقاني لأن الماء طالع في الفوق ديال الكيس فيل أضفنا الخميرة غا تنزل في الماء مباشرة والخميرة ديال الحلوى العدو ديالها هو أنها تضاف على الماء مباشرة فيا إما كنخلطوها معلفينو يا إما كنديرو هاد العملية صافيو كنطحنو هاد الخليط مزيان ضروري أننا نطحنوه مزيان تقريبا واحد جوج ديال دقايق على حسب القوة ديال الخلاط ديالكم ماشي غير نديرو دورة ولا جوجو صافي نحيدو لا يتطحن الخليط مزيان جوج حتل ثلاثة ديال دقايق إلا كان الخلاط ما كيتحنش مزيان صافيو غادي ممكن غطيو الخلاط ونخليو العجين يخمر في الخلاط وممكن أنا نصبوه في إناء ونخليوه يخمر هدا هو القوام ديالو نخليوه واحد من خمسة حتى العشرة ديال دقيق على حسب الحرارة ديال المطبخ أنا عندي المطبخ سخون بزيف فخليتو فقط ست ديال دقيق وبديتكن طيب غطيتو ببلاستيك ردائي وخليتو يخمر من بعد ممكن تجربو بكيميا قليلة يعني تسخنو المقلع وتجربو بحد قياس ديال معلقة وتشوفو النسيجة إلى خمر صافي كنبدو نطيبوه هنا المقلع تكون ما كتلسقش كننسخنوها مزيان في اللول وكنصبو الخليط ديالنا وكنعليو النار ملاحظة مهمة بزيف باش ينجح لكم البغرير ضروري كنعليو النار في اللول كما كتشوفو حتى كتتقاب البغريرة كلها كيبانولينا هادو كتقابي عاد كنقصو شوية النار كنخليوها متوسطة ما تكونش النار مهيلة كنخليوها متوسطة يعني في هاد المرحلة دابا ممكن انا نقصو ونخليوها تحمر من الاسفل كنبقا ونقلبوها مليكة تحمر من الاسفل صافي كنهزوها نحيدوها انا كنغسل المقلب بالمي بيرد باش كنبردوها هاد المرة قلبت المقلب وعرضتها للروبيني يعني بردتها من الاسفل ما درتش الماء في الوجه ديال المقلب صافي وكن نردها فوق النار وكنصب بغريرة وحد اخرى بنفس الطريقة كنعلي النار مباشرة غير كنرجعو المقلب فوق النار وكنصبو البغريرة الثانية يعني ما تسنوش عليها تسخن انا كنحرك المقلب لان الفورنو شوية كبير باش كتوصل النار للبغريرة كلها من الوسط صافي وكنخليوها حتى كتتحمر تاخد واحد اللون دهبي من الاسفل وكنهزوها نحيدوها ما كنحطوش في طبصيل كنحطو فوق مين ديال واحدة 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 وكنستمرو حتى نكملو الكيمياء اللي عندنا كلها هادي البغريرة اللي جربت بها المقلب واش سخنات ولا الا انتم ما كتشوفوه وكنقدموه بصحة وراحة مع زبدة مدوبة والعسل من الاحسان زبدة بلدية الى كانت متوفرة كان الناس اللي كيفضلوه بزيت الزيتون كل واحده على حساب الضوء ديالو بالنسبة للعسل اللي كانستعمل فهو هذا ديال اللي ضومان هاد الماركة الغنية عن تعريف كان كيتبع في المحلات التجارية الكبرى وكان ايضا في المحلات اللي تابع اللي ضومان فعندهم بزاف ديال المنتوجات اللي بجودة عالية ما كانش غير العسل كان حتى زبدة بلدية وكان العديد والعديد ديال المنتوجات وكان ماشي غير العسل ديال البرتقال كان انواع اخرى ديال العسل اللي طبيعي ديال النحل فانا هاد العسل هو اللي كانستعمل عادة في الوصفة ديالي فوصلنا نهاية الفيديو شكرا لكم على حسن المتابعة وبصحة والراحة كنتمنى انكم تزعموا وتجربوا الوصفة غير الحويج اللي خصنا ضروري اننا نحتاطوا منها هو الفينو يكون من نوع جيد والحرارة ديال ما كتكون على حساب الجو ايضا رعي ومدة التخمير صافي ونتوكلوا على الله وتكون عندنا اتقاف النفس نقولوا بإذن الله غتنجح لنا الوصفة شكرا لكم وإلى اللقاء مع وصفة جديدة بإذن الله مع وصفة جديدة بإذن الله موسيقى